اشتركوا في القناة الشريع القوانين والمراسم والبيانات نذكر منها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ عشر يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينتي العيون والجيغني والقرى المجاورة بمياه الشرب مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ عشر يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهرباء بين الواكشوت والزويرات بيان حول المخجمات الصيفية بيان يتعلق بالمرافق الرياضية وسيعلق كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشباب بالرياضة على مشاريع القوانين والمراسم والبيانات كل فيما يعنيه فليتفضل وزير الاقتصاد والمالية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان لي الشرف اليوم بتقديم مشروعي قانون أمام مجلس الوزراء مشروع القانون الأول يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ عشر يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق العربي للمال الاقتصادي والاجتماعي هذه الاتفاقية متعلقة بتزويد مدينتين العيون وجيغني بالمياه الصالحة للشرب والقرى المجاورة انطلاقا من مدينة تنبذغة اللي لا يوصلها لمن شاء الله تعالى قريبا من المشروع الكبير مشروع الظهر توسعة المدن والقرى المستفيدة من هذا المشروع وهي حلقة من مشروع كبير انتاجه فخامة رئيس الجمهورية وحكومته من أجل الموريتانيين كاملين أنهم تعود عندهم الماء الماء الصالح للشرب لأنه هو مصدر كل حياته لأن غالبيت مدنة تأسد ما نقبضه بعين الاعتبار وجود مخزونات مائية كافية لتغطية الحاجات خصوصا مع الزمن تطورها مع الزمن وبالتالي في ظروف ذهي تعود لها بد من استثمارات كبيرة ونقل الماء من أماكن بعيدة لأن منظهر إلى العيون هذه مسافات كيف تعرفوا مسافات شاسعة لكن الحمد لله الرؤية اللي موجودة عند فخامة رئيس الجمهورية وسمعة البلدنا ومقدرته على تعبئة الموارد الخارجية سمحت بعلن هذه المشاكل كاملة تقدر تنحل وهذه إن شاء الله وتعالى حلول مولي حلول دائمة في البحيرة فيها مخزون مائي كبير وبالتالي رابط أي مدينة بها يعني حل مشكلة العطاش بشكل نهائي شروط القرد أيضا شروط مويسرة بالقرد حوالي 15 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 17 مليار و700 مليون عوقية لا يتعود يتم تسديد هذا القرد لهم تهلاثين سنة ينضمنها سبع سنوات فترة سمع وبمعدل فائدة حوالي 2% سنوية يعني من أحسن الشروط المويسرة التي تقدر صح مشروع الاتفاقية الثاني مشروع القانون الثاني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرد الموقعة نفس اليوم يوم 10 يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق العربي للماء الاقتصادي والاجتماعي ومخصصة للمساهمة في تمويل مشروع آخر مشروع عملاق مشروع كبير والربط الكهربائي بين مدينة نواكشوت ومدينة الزويرات مرورا بمدينة جوجت ومدينة أطار والمناطق المعدنية الواقعة على هذا الخط خطة زيادة من 670 كيلو متر من الخطوط وطبيعة الحال فيها تجهيزات الأخرى كاملة هذا المشروع الكبير هذا المشروع العملاق لا هي يسمح بعلن زيادة على توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر وبسعار مخفضة للمدن والساكنة في هذه المنطقة لا هي يسمح أيضا بعلن نزيد من فوراس استغلال ثروتنا المعدنية بهذه المناطق كاملة فيها مؤشرات معدنية كبيرة وياك جدوائية جدوائية استغلالها جدوائيتها الاقتصادية تعود ما يطارحها مشكلة عامل الطاقة فيها عامل أساسي لأن الشركات المعدنية كاملة تشغل عندنا تجيب هي معاها الطاقة من مصادر المولدات وذلك تعود طاقة مكلفة وبالتالي تزيد تكلفة الإنتاج في هذه المناطق لأن يعود فيه خط كهربائي فيه طاقة مستمرة بسعر مخفض لكن لا يزيد من فرص استغلال ثرواتنا المعدنية واستجلاب مستثمرين لا يستغلوا هذه الثروة المعدنية الكبيرة إذن هذا المشروع مشروع كبير مشروع بنيوي هيكلي ظهرنا على أن دور تعد عندهم عكاسات كبيرة ليس فقط على المنطقة لكن على تنمية القطاع المعدني بشكل عام طبيعة الحال إعلان هذا التمويل لا تمويل جزئي به اللي تكلفة المشروع حدود 230-240-250 مليون دولار بساهم فيها الصندوق العربي للمال الاقتصادي والاجتماعي بهذا التمويل بساهم فيها الصندوق السعودي أيضا للتنمية بمساهمة بين الله تعالى في الأيام المقبلة بداية الأسبوع هذا يتم التوقيع إن شاء الله تعالى لحزمة مشاريع ومولها الصندوق السعودي بالتنمية من بينها تكملت تمويل هذا المشروع هذا هو هم لي طبيعة الحال من هذه الخطوط ما كانت مطروحة في زمن ما كانت فيه لإنتاج الطاقة خالي قال لي انتجت الطاقة بكميات تسمح بأن المدن تعد مربوطة عادة المشكلة المطروحة عندنا هي مشكلة الخطوط تعرفون الحمد لله مع الإسانترال الإلكتريك الذي يعدله الزمن الماضي وهذا الحال مبارك معه فيهم هاي اللي في نواك شوط الخمسين ميجاوات ليتعد طاقة شمسية اللي بدأت فيها الأعمال بداية 2017 محطة الطاقة الأخرى ليتعد بولنوار ليتعد الطاقة هوائية حوالي مئة ميجاوات زيادة ليضخف هاي الخطوط وبالتالي ذلك دور يزيد طبعا من الكمية المنتجة يقير أيضا ليخفض الأسعار بها اللي ضخف فيها الطاقة المتجددة اللي منتجة من الهواء والله من الشمس بأسعار لا هي يسمح أن الطاقة تعود بسعار أكثر الخفاض الشكالية المطروحة كانت هي الخطوط هذا الخط الكبير مبارك معاه يعدل خط نواك شوطن واذيبو لا يبارك معاه يعدل في الشهر المقبلة وفي خطوط أيضا ممتدة لمناطق الإنتاج كاملة في الضفة المنطقة الزراعية وشور الموانئ شور تانيت وشور ميناء بيكافان تويت الوقت اللي لا هي بدأ ودور ينتر خط أيضا قايز ميناء الجنوب اللي هو ميناء إنجاقو إذن خطوط مناطق الإنتاج كاملة دور تعود دور تعود مربوطة بالشبكة بالشبكة الكعربائية هذا هو هو اللي كان أهم عندي لعدفهم استفسار والله سيشكال نحن جاهزين شكرا جزيلا شكرا معالي الوزير سيد محمد بوجرانة موقع الجمهورية معالي الوزير نجحته في مراقبة المال العام ذلي الله يدخل كامل وذلي الله كذلك ينصرف وهذا نجحته في نجاح باهر خاصة في السنوات الأخيرة لكن معالي الوزير ذي المقاولين اللي يقبلوا خاصة المشاريع البنى التحتية والمشاريع اللي ينفذوا على الأرض دائما تعود معاييرها ما هي مطابقة للمعايير اللي يتم عليها التعاقد من طرف الدولة منذ رأي كان خاصة على أن فم تواطئ من المكاتب اللي تنتدبوا للمراقبة أداء هذا المقاولين منذ رأي كانكم لاهي تفكروا في مراقبة مالية بحتة إياك مثلا تعود كعقوبة رادعة لهذا النوع من الناس اللي يطبق المشاريع بمواصفات منافية لذلك اللي تم التوافق والتعاقد معها عليه فهم كذلك شطر ثاني من السؤال وهو هذه المؤسسات الخدماتية خاصة البنى التحتية اللي تقبل الضرائب على حد يقطع قدرونه مثلا ينقطع عطالي ويتنعطالها هي مثلا ذاك المترتب على ذاك فلا قدرونه يرتد يرمم ولا لفضل دخلة الميزانية وبالتالي يبقى أن قدرونه مقطوع سنوات وأشهر عدة من رأيكم كذلك لا يتقبضوا بالكم من هذا النوع من استهتار شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي الحمادي موقع الجاليات سيد الوزير لوقية طايحة المواطن سيداتي الحمادي موقع الجاليات لوقية طايحة مواطن نتعد عنده ألف وقية مات قد تسيار لوتات نتيجا لوقية ماتات مستوية أشياء وأنتم دائما تقولون أنه هون البلد في خير والاقتصاد أنه متين وكذا وكذا فهم منذ رأي السيد الوزير وننتقبضة الوقية تقارنها بالعملة الصعبة هي الدنات حتى منذ رأي السيد الوزير كان الدولة عندها عز بالميزانية كيف تقول المعارضة والله ما وعندها وشكرا شكرا جزيلا فيما يخص بالسؤالين الأولين غرجين شوي عن إطار إطار صلاحيات القطاع اللي هي متابعة المشاريع ومتابعة تنفيذه ويغير بعد الملاحظات محلها قطعا وهذا لا مرأة فيه ويقال على أن عندنا مشاكل في التنفيذ عندنا مشاكل في تنفيذ مشاريعنا فيها مشاكل موضوعية طبيعي أنها تخلق وفيها مشاكل طبعا يا الله لا يغلب عليها وتنجبر لها الإجراءات إحنا بلد ما كانت عنده ميزانية استثمارها هو كاستثمار ممول على موارد داخلية قبل السنوات الأخيرة كانت ميزانية استثمار من 35 مليار جهدها ماشي في دراسات وماشي في ذلك الحال لذلك نبتو بلد كان في زي ظروف طبيعة الحال الاستثمارات الممولة من موارد خارجية ومقبوضين لها شركات أجنبية هي اللي تنفذها وهي اللي يتعدلها ما كان فيه منسيج من الشركات الوطنية ومن مكاتب الخبراء الوطنية القادر على أنه يستوعب تمويلات بذي الحدود اللي ذنبتها 100 مليار 120 مليار 130 مليار من اللوقية من استثمار سنوي على موارد الدولة لاهي خصوصاً انخيار فخامة رئيس الجميع من نهار الأول على أنه كان هذا يعود منفذته شركات وطنية إياك يعود منفذين وعمال موريتانيين إياك تعود باقي هون ما هو ماشي كتحويلات من العمل من العصابة هذا كان هو كان هو الخيار وإحنا ما عادنا نسيج قاد يعدل قاد يعدل هذه أسباب موضوعية هذا ما يقد يجي من نهار الأخر يالله لا ينصبر عليه لأنه في النهاية هو هو الحل يالله نحن ندور نكونوا نسيج شركات وطنية وليما نصبروا إلينا ما لا يصبروا إحنا ندور عمال موريتانيين يعودوا يتكونوا ويعودوا عندهم الخبرة ومهندسين موريتانيين يقعدوا يتكونوا ويعودوا عندهم الخبرة هذا ما لا يصبر عليه ما هحنا طبيعة الحال من تعدال هذا ونوعية المشاريع وأنها تعود مالبوطة وتعود كذا وتعود كذا يدورها مرحلة معينة ومن الطبيعي أنها مرحلة معينة موائمة ولا يتعود اللا صعبة يغير الأساسي أن نشوفه التطور في الأمور بناء مدرسة اللي واربع إيمان والصورة اللي تبتنى بها من شركات وطنية مختلف تماما عن نماذج المدارس اللي بتناهوا اليوم بخبرة وطنية قد يعودوا ذلك ما فاتوا ولا حقوا لي نرم ولا فاتوا ولا حقوا ذاك اللي يغير مختلف بشكل نهائي طب اليوم كان من حجم معين كانت قد تبنيها لا شركة أجنبية اليوم دهو معادو الشركات الوطنية يبنو قد تعود تخطاه لأجالي قد يعود كذا قد يعود كذا قد يعود كذا هذا يا الله إنخاف عليه ويا الله هي اللي لسباب لأخرى ما هي موضوعية اللي تطرح اللي أعلنه ما يخلق فيه تجاوز بمحابات والله تجاوز بامراد ما هي ما هي واضحة حتى والله بزبونية والله بكذا والله بكذا وهو اللي يالله يالله مده تحذر منه واللي يخلق منه كامل يا الله لا يقاوم ولا تجبر الاجراءات يقر هذا كامل مرة واحدة، هذه المسئلة التي تمروا طارحين بها، من لا يقدروا عدله مرة واحدة م نعند وارواقش، ولا عندوا الوقت، ولا عندوا الآليات، ولا عندوا القوانين كامل الحلو المشاكل بلدنا مرة واحدة، تبقى الأولويات رجاء أولوية، يجبر بعد المور يتقع إياك وإعدل به اللي كان غائب والله يراقب هو ما يزيد شرع للآجار والله ما يزيد واثنين، والله ما يزيد السنة والله يعدلها على وجه والله يعدل كاله هاي مراحل كاملة دور تتقدم وتتطور وظاهر للمصالح المعنية في الوزارات المعنية الدور اللي تقاوض الإجراءات وذي المشاكل لا دور يغلب عليها وتعود دور جي مشاكل أخرى طبعا يعود يبارك معها يغير بعد هاي المشاكل من أخف اللي لا يواجه هنا في ظروف ذهي دي قطع الطريقة لا في ذاك لا في ذاك المجال لا في ذاك الباب السؤال الثاني عن الوقيية وضعيفة ومتينة وذاك شي ولا ثلاثة نختير هذا الشكل من السيلة عن واحدين خرين يطرحوا وشفتهم يكتبوها بليا أعلن لا ديفالياسيون أعلن الوقيية لا يتنقص قيمتها أعلن كذا أعلن كذا أعلن كذا بهاللي هاي المرادة خطيرة وقد قلتها مرحلة ماضية ما يلعب به بهاللي ضر مصالح مواطنين ياسرين وضر مصالح موردين وضر مصالح تجار إلي نتعود ما هي حقيقية وهي طبعا ما هي حقيقية هين نرجع عنا حقيقية ثم بعد نحييكمكم وطرحتوها بشكل أخر وتو نقاعة ضعيفة قرموا اللي ندوروا نجول ذاك يقير ذي الأيام شفت قدر من الشاعات على النوقية لا يتنقص مقيمتها ونوقية لا يكذا وهذه الحقيقة مسائل خطيرة وانتم بعد الصحافة يلا لا تحاولوا على الأقل إلا أنتم ما يكون قاد ينتحذروا منتموا تقولوا شي ماهو دقيق حتى والله وحدين منكم يتموا تقولوا شي ماهو دقيق حتى خلوه ذاك القايسة الواقيج وذاك القايسة شي شخصي وذاك شي هذا اللي يضروا منه المواطنيين مجانة في الحقيقة الكلام فيه اللي شاعة ما تواسم ما فيه أي نية ولا فيه أي ظروف موضوعية تقول علم لوقية لا يخفض من قيمتها أبدا وإحنا الظروف اللي فيها وارك ما هي هي الظروف اقتصاديا ونقديا اللي ينقال على أن فم ظروف على أن تحتم على أن أمر ملا نبتوية يعدل فمشي دائما ندال على وجه مردة كاملة اللي يتنقال ندال لورو طلع شوية طلع شوية ذليا اللي هي قيمة قيمة لورو مقابل مقابل اللوقية يغير هو لورو هو يشرب اللوقية من خلال الدولار عمرتنا بالدولار قيمته بالدولار والدولار هو اللي يقيم به لورو إلى طلع لورو مقابل الدولار طبيعي لورو اللي هي تنزال قيمته من اللوقية يغير خرصوا قيمة الدولار اليوم قيمة الدولار اليوم حسب المعلومات العندي هي تعدها 356 لوقية خرصوا الدولار خرلوا شهرين خرصوا الدولار لايتم مجابرين للعام كامل فم استقرار حتى قاع فم خفض بهلي الحق إلى 358 وغير بـ 356 لورو قيمته نزال تبلوغية عاد 3.420 4.420 بهلي لورو مقابل الدولار قطوا السوا في 2016 حكم أن عاد قيمتهم نفس القيمة وضارك 1 يساوي 1.17 دولار بما أن قيمة لورو زادت مقابل الدولار قيمة لورو من لوقية لأن لا يخل مرة لا بها طبيعة لا يتنزال يقال لين قيمة الدولار ما عنده علاقة لوقية الموريتان قيمة الدولار مقابل لورو مقابل الدولار كيف كانت نهاية 2016 لورو رجع إلى 370 وقية إذن هذا الشكل من الأمور يطرح للباء ويحل سابق عليه حكم ذنبت الثانية الظروف المسائل الأساسية التي تضغط على عملة هي لأن يعود البلد مات لعنده الكافي من العملة الصعبة لأياك يسدد حاجياته أقبضو ملي لأكور بالأخرى الكلافة ريابلة اللي هي لرزرف اللي موجد عند البنك ساترال وشوفو كانها تنزاد والله كانت تنتقص اليوم 820 مليون من الدولار لرزرف اليوم 820 مليون من الدولار خرصوا تاريخها أين تعد لوقية طبعا وهذا معنش حد ونقال لوقية تطلع وتقو حسب قانون العرض والطلب نقص موارد البلد من المصادر المعدنية اللي خلق 2014 اللي كان نقص كبير وكبير جدا طبعا الحال أنه أثر على مداخلنا من العملة الصعبة وبالتالي من المتوفر عندنا من العملة الصعبة طبعا الحال لأن العملة لا يتخلق لها قيمتها لا يتنقص مقابل العمولات اللي كان عندنا من العمولات والكان يتخلنا من الموارد ما هو اللي يتخلنا يقير هذا نقبوط للإجراءات الضرورية والسياسات الاقتصادية العقلانية إليه ووقف عند حدوده وإليه ما البلد ما قط في المرحلة الصعبة اللي ما ربها الاقتصاد العالمي وما ربها القطاع المعدني وما ربها اقتصادنا الوطني ما قط خلقت عرق على ذنا ما أننا قادرين نغطوا وموارد بلدنا من العملة الصعبة والله ما أننا قادرين نخلصوا خدمات ديننا من العملة الصعبة والله ما أننا قادرين نخلصوا الشركات والفرنساء اللي يشتغلوا معانا وعندنا معاهم بلزامات فواتيرهم اللي يالله تخص بالعملة الصعبة هذه الوضعية أيضا قام ذا طال مراحل معينة 2015 بداية 2015 مخزون العملة الصعبة عندنا 300-400 مليون من الدولار اليوم عندنا 820 شمس اليوم عندنا 820 إذن ما هي الظروف العملة العملة تمشي حسب قانون العرض والطلب تأثر عليها المسائل الاقتصادية ووضعية اقتصاد البلد تأثر عليها أيضا الحركية في الاقتصاد العالمي وتأثر عليها سياسة نقضية وتأثر عليها غرف خصوصا في اقتصاد مازال كيف هنا اقتصاد ضيق أي عامل اقتصادي وإي إشاعة وإيش يمكنك تأثر على تطور العملة أنا كيف قلت لكم مارك الأورو تعقلوا عليه يساوي 1.30 دولار مشي لين عاد دولار يساوي أورو اليوم دولار يساوي الاقتصاديات الأوروبية اقتصاديات هي حالا لا بريود الربريز ما هي مرحلة مرحلة لا بريز يتخطاها الأزمة يقير الورو ذاك هو مازال ما فات الحق المراحل اللي كان فيها سابقة سابقة الأزمة إذن ما فيه أي مشكلة على ذا المستوى قضية تملي القدرة الشرائية وقضية زيادة مسألة تطلب ياسر من البحث والمباحث ما قطت عادة قيمة عملة يكون في النهاية في المحاصلة تنقص بيكم اللي خلصوا لوقية مساعة العاد تقارن بالدولار لا تنظر صلى ذنبته الانفلاسيون يتمنى لا خالق مع خالق بلد يكون فيه تضخم وفيه القدرة الشرائية ما تقلته شيء يا غير مبلي بالمقابل ثم تطور عدد الواقج اللي عاد يخلص ما كان يخلص ما يقارن بذاك اللي كان وذي اللي ينخلص ما يقارن بذاك كان يخلص مرحلة معينة واللي اليوم يجبر رواتب هموريتان في أسرة واحدة ما يقارن بذاك كان يجبر رواتب 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 رأية متجمعة وهذه مراد يطرح لها حد يطرح لها حد الباد والاقتصاد اللي يقير فمثوابت أننا ما يقدر يخلق معها بالعمل ولا يقدر يخلق معها بخلق ثروة ولا يقدر يخلق معها بالسياسات الاقتصادية اللي شفافة واللي واضحة وإحنا جايين وإحنا جايين 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 من بعيد الحكومة متبارك عمالها كل يتعدل الرأي العام ومكوين الرأي العام والصحافة أمور الأخرى كاملة مضيعة فيها سلم الوقت وهذا يتكامل كامل الدور التي تخلق النتيجة وعدها كامل نازلة في البركة أسوأ ضعيف وسوأ وسوأ قوي قدام العمراء شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اليوم قدمنا أمام مجلس الجزراء بيانين البيان الأول يتعلق بالمخيمات الصيفية كما تعرفوا المخيمات الصيفية تلعب دور مهم في تربية التنشية الاجتماعية والطفولة وفرصة للمتوهوقين والأطفال يكتشفوا بلدهم يتعايشوا وينموا فيهم الروح الوطنية ويكتسبوا مهارات بيداقوجية ويكتسبوا مهارات حتى في المدارس ودعبة الحكومة للعقود على تنظيم هذه المخيمات الصيفية تحسين الظروف التي تنظيم هذه المخيمات الصيفية وكما تعرفوا خلقوا تطورات كبيرة على المستويين لمستوى التعليم عدد المدارس التي تنبنوه نسبة مدرس نسبة مدرس البنات أيضا ومدارس الامتياز التي تنبنوها في مجال الصحة تطورت الصحة خصوصا صحة الطفل وبمواكبة مع التطورات يالتي تطور أيضا النشاط التربوي لمخيمات الصيفية العفيدور كبير وهذا البيان درست فيه وظروف التي يستقبل فيها العدد التي لا يعدل المخيمات الصيفية من الأطفال والطريقة التي يحسن بها استقبالهم وإيواءهم وتم تم التفكير في بناء ثلاث مراكز تعد خاصة بإيواء الأطفال وهذه المراكز تعود فيها ظروف الصحية والملائمة لاستقبال للأطفال عادة هذه المخيمات الصيفية تعدل المكان عود ما هو المكان أصلا المخيمات الصيفية تعدل أيما مدارس أيما دور الشباب ويعود الأطفال التي يستقبلوا أصلا ما كان مخصص على سمذال يباتوا في أماكن مخصصة المبيت وذلك يعود عادة عن التاثيرات سربية يقير مولي أيضا أمور أخرى تعلق بصحة الأطفال بالمخيم الصيفي يعود في جانب الصحي يتعلق خصوصا من المرافق الصحية التي يعود شيئا ما بعيدة عن بل سكن الأطفال وهذا المراكز لا يتحلل المشاكل كاملة ويعود ثم مرفق الثنين والثلاثة في عموم التراب الوطني يقد يمكن الوزارة من الوزارة من الوزارة من أي وقت يتعلق عندها مجموعة من الشباب مختارة حسب ذلك المعايير البيلاقوجية التي تم اختيارهم يقدم يمشون شهر واحد من هذه المراكز ويعود مجهز ويعود يستقبل ذلك الكم من الأطفال في ظروف ملائمة وهذا أيضا لا يمكن من رفع عدد الأطفال التي استفادوا من هذه المخيمات وارك هذه السنة قدينا استوعبه 224 طفل يقير هذا العدد مازال صغير لأنه كيف نماغت عدد المدارس نزاد وعدد نسبة مدرس نزادت وبالتالي يعلط العدد اللي يستفاد من المخيمات الصيفية يواكب هذا التطور اللي خلق على مستوى القطاعات الأخرى اللي متماشية مع القطاع الشباب إذن هذا كان البيان الأول البيان الثاني يتعلق المرافق الرياضية وهذه المرافق كما تعرفوا وشهدوا أيضا هم الأخرين نهضة كبيرة بهالي دولة نفقت أموال طائلة في بناء هذه البناء التحتية في عواصم الولايات ولعل آخرها الملعب اللي تم تشيد في ملح وكما تعرفوا هذه الملعب فيهم اللي فيه معدات مكلفة وبالتالي تسيره وطريقة لله يقد يستغل بها أحسن استقلال مهم أن يخمن فيها يكاش إياك نرفعه من مستوى هذه المشآت الرياضية وتنفتح قدام الشباب إياك البطولات ورياضيين بشكل عام يقدوا يجبروا فضع ينموا في مهاراتهم الرياضية والوزارة الملاعب اللي يدعود سابق نهاية هذه السنة من الملاعب اللي في العواصم في الداخل وبالتالي لا بد من يخمم في إطار تنظيمي يعودوا هذه الملاعب كاملين يسيروا بأحسن تمثير تسير إياك أولا تعدهم إدارة تسهر على نظافتهم تسهر على تأمينهم وأيضا تسهر على الأموال اللي تفقد في هذه الملاعب غير ملي إياك الجمهور اللي لا يستفاد من هذه الملاعب يعود قدامه مادة متنظمة ومدربة وأيضا لماذا لا يعدوا فيه مؤطيرين ملي يتعاونوا مع الشباب إياك تعد المشاهة كيفية المشاهات اللي في الدول كاملة متكاملة إذن الهدف من هذا البيان هو تفكير في إطار يسمح بتسير الأمثل لهذه المؤسسات وهذه المؤسسات اللي نجحوا بنا نسيرون تسير معقلا ونزودوهم بالوسائل على سبيل المثال للنجلات اللي عودوا من الأجيال اللي معارف عليها دوليا لا هي يسمح بالمستقبل بأن البنى التحتية الرياضية تعود شيئا ما متكاملة ويسمح أن المؤمن بنا نتجهز يجب أن نستقبل التظاهرات الدولية الكبيرة يغير المؤمن خصوصا بالنسبة للداخل لا يسمح للبطولات المحلية بأنها تعود موفرين لها بنى التحتية تمكننا من زود المنتخبات الوطنية بلاعبين من سقر هم يعود يدربوا في الملاعب اللي تعود تماشى مع النظم الدولية لأن هذا باختصار هو مختصر البيانين اللي قدمنا مجلس الوزراء شكرا شكرا سيد الوزير على العرض المتميز وضعتم استراتيجية عند قدمكم الوزارة هذه استراتيجية تباشرت الناس بها خير ونفذ بعضها فعلا لغير من الملاحظة عنكم بعض الداخل ما زالت وضعتهم سيء وقطعا نتكلم عن خمسين كيل مقاطعة واد الناغل عم فيها نادينا ضم بطولة لنسخة الثالثة لغير من النظم غر ما قد تتلقى كرة قدم من وزارة الرياضة عاقب ذلك لندي اللي رأينا كامل نتساءل عن الاستراتيجية يكنكم قطر قيتوا حد من لندي يقاعوا وطرحتوا معاه خطوط عريضة على المشاكل المطروحات عدوا أنتم تعالجوهم والله ما قطر قيتوا من ترى السؤال الثاني يكنكم فهم من أفق عنكم تدخلوا في المقاطعات كيفما تدخلتوا في العواصم البلايات شكرا جزيلا شكرا معادي الوزير لدارة العام من دارة الرياضة لهذا الشهر تقريبا من نظمة مبادرة مباريات على مستوى مقاطعة 9 حسنوا من يوم الحد الماضي وفاست بها دار النعيم وهذا التنظيم النوعي بالنسبة للرياضة وشفتوا كامل خلق فيهم وكان جامع شامل شباب كامل من درها هذه الندية كانت لها يتنظم على مستوى الداخل مقاطعات ممالية قدر من الناس تختير قدم شباب يختير ممالية هما الندية يختير وجابر مع أصدقائهم وشوفوا مواسي حضوراتهم ومواسي كان يقدوا ممالية هما يساهم في الرياضة على مستوى الخارج وشكرا مرحبا بكسر شكرا فيما يخص السؤال الأول الأندية الرياضية منظمات مجتمع مدني أولا القطاع منظمها على شكل اتحاديات ذلك منها فكرة القدم يارتعود تابع الاتحادي وفكرة القدم طبعا الوزارة تقدم الدعم وعلى شكلين دعم تقاني معناها من قد تكوين ومن قد تأطير ودعم مادي الانشطة اللي عادة يطلبوها هذو الفرق والله الاندية اللي موجودة في الداخل وعموما المهم السياني معنا زاد الاتحاديات المهم السياني فيها اتحاد كرة القدم عدد الاندية منظوية تحتها كبير جدا وبالتالي تمويلهم كاملين ما هو ماكن عادة الاستراتيجية اللي عند اللي ما نحن معدلنا اولا معدلة من 2015 من شهر يوليو 2015 ندعم رياضة حسب الولايات اللي شايفين من مزال فيهم خصص معنى زاد الرياضة ما تمارس فيهم بشكل مستمر من يالت القطاع يدخل يكيح الرياضة ومنطقة معينة ايضا عندنا مناطق شايفين منهم يالت من دعم ذوك الفرق والله نوادي اللي في ذلك المناطق تندعم عادة يكتخلق انشطة نحن هدفنا من هذو النوادي من هم يعود وهما هم اللي يمولي الاقتصاد الموريتاني به اللي النادي يخلق له يعود عنده مصادر هو الخاصة به ويقدم هو اللي من شت ويقدم من يستقل ويستقن نهاييا عن دعم الوزارة له نحن ندعم البعض منهم والبعض ما ندعمه ندعمه على معايير كما قلت لك عادة اساسا تتعلق بالوقت اللي ندعم فيه بين اللي نحن وفرص العطل يعني نحن الشباب اللي نعود ما في المدرسة ونحن أيضا وخلص أيضا الأماكن اللي الرياضة ما تمارس فيها بشكل مستمر إياك ندعمه الرياضة في ذلك المناطق وفيما يخص الملاعب في الداخل نختار نقول طبعا الولايات كتملت فيها الملاعب وبعض المقاطعات الكبرى كيف تبوك يا غير عندنا برنامج آخر نقال بنيدل واللي بناء الكثير من الملاعب ما هو فقط قاع في المقاطعات وإنما في البلديات واللي مكن من بناء الكثير من الملاعب البلدية في البلديات الريفية ولا يعود هذا إضافة كبيرة إذا الدولة بناء ملاعب في الولايات وفي المقاطعات غير ملي حتى وصلت المستوى البلديات إذن القضية قضية برنامج مستمر لذي البناء التحتية اللي كما تعرف ما كان عندنا يكون أستاذ شيخة والله أستاذ ملاء مركب ملعب لولو نقبي إذن إضافة قوية ومليارات من الفضل تفقت في هذه البناء التحتية اللي عاتوا اليوم موجودة نخطير نقول لكم بأن لولو شهر لعبنا مباراة دولية من داخل بالزويرات وهذا كان حلم عند رياضيين وعند الموليتانيين كاملين وبأن هذا ما كان يقدي يخلق لولا السياسة اللي ماهم اللي من مجي فخامة رئيس الجمهورية تخمم في الطريقة اللي يرفع بها الرياضة وكان على كل حال البناء التحتية هي أول ركيزة بداننا فيها وهذا هي الحمد سؤال الحضارة طبعا فيما يخص البطول اللي نظمت على مستوى نواكشوت هذه أول مرة تنظم على مستوى المقاطعة التسعة نواكشوت كان أصلا تنظم في مقاطعة واحدة نواكشوت هذه المرة حاولنا بننن نظموها على مستوى المقاطعة التسعة وبالفعل نظمناها ونجحنا في تنظيمها لأن كل مقاطعة شاركت وشاركت بجميع النوادي اللي موجودة واللي تشارك إذن بعض المقاطعات لحقت 24 نادي بعضهم 16 بعض 8 إلى ما إلى ذلك حسب تواجد الاندية في هذه المقاطعات وعدوا تصفية على مستوى كل مقاطعة اللي نتأهل فريق من كل مقاطعة وذلك هم هم اللي في البطولة اللي فاسد به اللي فاسد به اللي يدار نعيم وهذه على كل حد نحن نتسبب منها خطوة إلى الأمام اللي هدف عندنا في جميع مقاطعة الوطن يعودوا فم بطولات وفم بلعب البطولات ما نحن منظمينهم يقير منظمينهم النوادي ومنظمينهم تكتلات النوادي تخلق في الداخل نعاونهم ندعمهم يقير القطع ما فات عاد على استعداد بلعب نحن نتسبب وعلى كل حد نحن نتسبب عندنا بطولة وطنية وبطولتين ندعمهم عن طريق دعمنا الاتحادية وذلك يدخلوا طبعا في إطار الانشطة اللي تخلق في الداخل وتخلق على مستوى جميع الولايات الوطنية شكرا شكرا معيوزير هني اندوكم على تراوسكم لهذه اللجنة الجديدة اللجنة المكلفة بالنشيد معيوزير السؤال الأول يتعلق بهذه اللجنة الجديدة منظر معيوزير الشعب الموليتاني بعضهم يتسال كان النشيد لا يقضع عليه في صفحة نهاية والله هناك تعديلات داخلية ويبدو عن رئيس الجمهور اليوم الذي قرر وليطر من اللجنة مع لقاءه البيهمس أن نعود فيه تقريبا هاي من القراء منظر معيوزير ما هي نقاط قبال الأساسية التي تمتس منها النشيد هذه السؤال السؤال الثاني قررت الأمان العامة معيوزير المتحدي في القناة العربي رئيس الجمهورية أن يكون تكون جائزة باسم رئيس الجمهورية سيد محمد العزي الأول مرة في العالم العربي منظر منظر ما نرادتكم لهذا منظر كان وزار التاذيب بعلم على هذه القضية التي قررت الأمان العامة لمشتروع تحدي القناة العربية أول مرة يقرر زعيم عربي يترأس هذه الجائزة كانت هذه السنة نفين 16 و17 و18 ستكون باسم رئيس الجمهورية السيد محمد وردي عبد العزيز بجميع دول العربية تم اختيار مويتاه السنة شكرا سيد الوزير سأبدأ من حيث انتهى زميلي عن اللجنة تم استعبعاد شعراء كبار بينهم من ينتمون إلى نفس القبيلة التي تنتمون إليها كأحمد والعبدالقادر الشعر التقي والشيخ سباب استبعاد هذه القامات هل انتماؤهم لنفس المجموعة التي تنتمون إلى هذه معنا كنتم ترأسون هذه اللجنة كان سببا في ذلك كذلك سبعد نقاط كبار اشتهروا ربما بمعارضتهم للنشيد كدكتور الشيخ السيدة عبدالله كذلك الشيخ البلعاماش قامت في مجال الشعر سباب استبعاد هؤلاء والأسس التي على أساسها تم اختيار آخرين في هذه اللجنة وهل هناك تعويضات لأعضاء هذه اللجنة السؤال الثاني عن الحجيج الموريتاني هناك أزمة حجيج بعض الحاجات الموريتانيات التي تحدث عن سحلهن في المحل الإقامة في المدينة ما هي المعلومات المتوفرة لديكم عن هذه الحادثة شكرا لكم سيد الوزير كيف تنظرون إلى الحديث الأخير الذي يقدمه مراقبون بوصفي تراجع للحريات في موريتانيا الحديث هنا عن اعتقال السيناتور أو السيناتور السابق محمد والغدا ما هو تعليقكم على هذه التقارير التي تحدث عن هذا التراجع شكرا جزيج بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للسؤال الأول الذي يتعلق بموضوع اللجنة بالنسبة هذه اللجنة هي شكلت لاختيار أو اقتراح نشيد وطني وهي تعمل الآن وموكل إليها معايير الاختيار وليس هناك تدخل لها يعني اللجنة كلفت بهذا الموضوع وهي لا زالت حاكفة على العمل في هذا الموضوع وهو اختيار شامل وكامل ولها الحرية التامة ومن غير سقف طبعا في حدود الثوابت فعلا أن رئيس الجمهورية أوصى اللجنة أنها تحتفظ بالعاية التي كانت الكلمات التي كانت تنشد إلى حد قريب وإن كانت هذه الكلمات لم يثبت أنها اعتمدت كنشيد وطني ليس هناك مستند قانوني وليس هناك مرسوم يقول أنها اعتمدت كنشيد وطني بل أن الأحداث التاريخية تثبت أنها لم تعتمد لأنه في سنة 1977 شكلت لجنة وموجودة هنا في الأرشيف وموجودة أيضا إعلانها في جريد الشع بلئاسة الوزير أنذاك عبدالله والبي بعضوية بعضوية كلهم من الخليل النحوي ومحمد سالم والعدود ومحمد والسيد إبراهيم ومحمد الدنول المختار والحامد لاختيار نشيد وطني وبعلا التقيت بالخليل النحوي كعضو في اللجنة لأنه لا زال موجود من بين هذه الأعضاء وسألت عن عوائق عملهم قال أنهم لما طرحوا مسابقة تلقوا سبعين نصا وأنهم عندما فرزوا هذه النصوص وجدوا أن بعضها لا يمكن تلحين على إقاع الموسيقى التي هي العزف البطني وأن بعضها أيضا يسمي رئيس الجمهورية أنذاك والحزب وهم أرادوا في النشيد أن يكون مرتبطا بالشعب وبالدولة وليس مرتبطا بالشخص ولا بحزب وأنهم بعد ذلك اقترحوا مسابقة ثانية واقترحوا فيها بحور معينة أربع بحور أو خمس يمكن تلحينها بسهولة على الموسيقى التي وضعها فرنسي من أصل روسي أيضا فبعد ذلك جاءت قضية الانقلاب فلم تتمكن اللجنة من استكمال عملها إذن هذا الدليل على أن لم يكن هناك نشيد وطني مهتمد بل فيه أحد الباحثين ذكر أنه لم يذكر كنشيد إلا في سنة 82 تقريبا في أحد الكتب المدرسية وأنهم كانوا قبل ذلك فيه ثلاثة نشيد كلها أحيانا واحد الآن الذي عنده الشيش يعني هناك ثلاثة منظومات أو قطع منظومة تقرأ مع العز إذن المهم أنه اللجنة مطالبة منها أنها تختار نشيد جديد وأن هذا النشيد طبعا ينبغي أن تراعى فيه الثوابت ومعايير الأناشيد الوطنية التي هي الحماس وحب الوطن والثوابت والاقتباط بالوطن والدين ورئيس الجمهورية من الماقلتكم أوصى هذه اللجنة أنها تحتفظ بتلك الآية أو بآية أخرى من القرآن لأن في فترة من الفترات ميز النشيد الموريتاني لدى البعض أو النشيد الذي كانت تتفنىه الموريتاني بالطريقة التي ستعرفه ميز أنه فيها آية فالرئيس الجمهورية أراد أن تلك الميزة تظل مرتبطة بالنشيد الموريتاني طبعا ما تحدثوا عنه في موضوع اللجنة من قال السؤال الثاني حول اختيار أنتم تعرفون الموريتانيين بلد المليون شاعر كما يقال وقطعا عنه لا يمكن أن نختار مليون شاعر لاختيار هذه الكلمات وأيضا لا يمكن أن نختار فقط خلاصة أو كوكبة من الشعراء ونترك الشعراء الآخرين لأن أنتم تعرفون دائما عندما نطلح مسابقات أحيانا يكون الشاعر القوي لا ينشط لإلقاء قصيدة وينشط لها الشاعر الصغير والمتوسط فالقضية استعداد وأيضا أي عمل جاد موضوعي ينبغي أن يتراعى فيه الأجيال يعني جيل السابقين جيل اللاحقين جيل المخضرمين جيل الشباب وكذلك حتى الجهات أيضا ينبغي أن الأعمال الجماعية المتبضة بالنشيد الوطني تكون ممثلة فيها جميع الجهات جميع الأقاليم وهذا ليس فيه عيبا أن يكون نشيد وطني للجميع يشترك فيه الشميع ولذلك أعتقد أن هذا النشيد فيه شعراء من جميع الجهات ومن جميع الأجيال وهناك شعراء ربما مثلا تتحدث عن أحمد العبدالقادر عبدالعبدالقادر عنده ظروف صحية وكان مقترح أنه يكون من بين المعدين للنشيد لكن كانت عنده ظروف صحية لأنه فعلا هو يتعالج وأنا أعرف أنه عنده ظروف صحية كذلك لكن فيها أيضا شعراء كانوا في هذه اللائحة واللجنة ستعكف على عملها وإن شاء الله تنتظرها تعطوها وقت حتى إن شاء الله المعلومات ستتصبب عليكم إن شاء الله أولا بأول هذا هذا أيضا من تلك المعلومات التي ستأتيكم لاحقا نعم محمد رئيس الجمهورية اللي سأأأس الجائزة باسم رئيس الجمهورية قرر سلمان العام للمشروع تحدي الإقراء العربي في دبي عن الجائزة الزين سبطع وإن طعس تكون باسم رئيس الجمهورية سلم سيد محمد العربي من سيد دول عرب في هذا المشروع السؤال ما هو طريقة هناك خلية داخل وزارة التهذيب منظر كان جاهز لهذا الحدث سنستفتر إن شاء الله من وزارة التهذيب إن شاء الله في هذا المشروع اللواية اللي لدينا واللي هي اللواية الرسمية اللي عند بعضة الحج هنا في السعودية المدينة المنورة السلطات السعودية كما تعلمون عندها قوانين تتعلق بتنظيم الحج ومن هذه القوانين هي من عرض البضائع في أماكن سكن الحجاج البضائع عندهم ما تمقل الحجاج في أماكنهم وإنما لديها أسواق ويأتي إليها الحجاج عندما يكونوا طبعا ينتهوا من مناسكهم لأن ذلك فيه نوع من تشويش على الحج وتشويش على السكينة والالتزام الديني الذي ينبغي أن يتمتع ويتخلق به الحاج طيلة حجه يبدو أن هناك حسب الرواية أن هناك موريتانيات خرقنا هذا النظام فسلطات السعودية طبعا لأنها هي تطبق النظام لديها أعتقد حراس مدنيين تابعين للبلدية وتابعين للأمن أيضا فربما الموريتانيات التي خرقنا هذا الاتفاق تعرضوا للتوقيه من طرف هؤلاء الموكل إليهم هؤلاء الملتزمين بتطبيق القانون وهذا كل ما في القضية ليس لبعه به دخل وإيضا السلطات السعودية أيضا هذا تعمل مع الشميع وهو تطبيق لقوانين منزمة بها السعودية ويفرضها عليها مسؤوليتها الأخلاقية والدين يتشاهل حيش ولذلك لا ضيرة في هذا وحتى ليس ما هو أكبر من قده نحن طبعا إن لم يكن يطلق فسيطلق على كل حوة أصلا ليس مسجون هو توقيه فقط وأنا نعرفه ونعرفه دائما يعدل توقيه بسيط وانتهى شكرا و السلام عليكم ورحمة الله موسيقى